اشتركوا في القناة صحة وسعادة ويكون عندنا حب اكثر ان احنا نصير ونطلق في ربوع البلاد ومان في الرياضة ونغيرنا مضحياتنا سبحان الله حسن تغيرات الجو نسيك تأثف نفسياتنا بطريقة اتمنى دانا تكون طريقة ايجابية واذا احنا كل تغير في الجو استلهمنا منه اشياء ايجابية راح نستمتع بكل تفول سنة نصليف نستلهم روحة البحر والجاعدة على البحر ومن يتغير الجو نستلهم روحات البار والجبال وغيرها فنخلي تغيرات الجو هذي بحثنا ان احنا ننطلق اكثر عشان ايجابية راحتنا افضل عشان احنا نتكلم في الصحة فهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة قد ملككم هيئة الصحة في جبيت تتعاون مع اذاعة نكمية دائما وابدا اذاعة موجود جبيت معايا يوم تأخراج ايجابية الابنو ومعايا لنفس التنسيق نيرا مري وهذه نفستكم دكتورة نجا الملة نكون معاكم ان شاء الله على مدى تقريبا ساعة وهو انسلت معاكم نفحلكم مواضيع قبضية بدراسات ولكن ايضا نضنق مع اراءكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم وسائل شكر عندكم ودائما اريد اكتب على الاقتراحات اللي يكون عندكم لان دائما اي خدمة اي بضاعة اي خدمة اي منتج موجود هناك في شهتان النظر وجهة نظر اللي يقدم هذا المنتج وهذه الخدمة ووجهة نظر المستقبل لهذه الخدمة او هذا المنتج ودائما دائما تغلنا وجهة نظر سوم عشان في موجودة قنوات بالتواصل مع هيئة الصحة ننظم منها برنامج صحة والسعادة عشان نتواصلهم معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 شائل طبعا دائما انا اكد ان هناك في كل مركز صحي ممثلين للمجتمع هم عبارة عن مجموعة من متعاملين مركز الدائمية ترد على المركز اللي ان شاء الله تاما هنم بتادي تاما هنم اقتراحها داما عندهم ملاحظات نظرهم في مجلس هذا المجلس يحضر اجتماعات مع الادارة نسجع معهم روشهم مرة كل شهرين ندخلهم معنا في الاعتمادات ونتواصل معهم بشكل مستمر عشان يكون عندهم احدث المستجدات اللي تحدث بالهيئة ناخد ملاحظاتهم وناخد اراءهم ناخد صوت المجتمع من خلالهم فطبعا صعب نصل لفرد في مجتمعنا ناخد هذي الممثلين المجتمع فياحد يسمعني اليوم ننحي ما انضم الى ممثلين المجتمع ان انصفتهم تجهوا للايدة الكابعين لها ونحن نكون فرد من مجلس خلنا نسمي مجلس اجارة الايادة الممثلين المجتمع اللي يتمل نجتمع معهم ونحن عندنا ملاحظات اهم شي اهم شي لما ننضم مثل هذه المجالس نحن ننضم مجالس الامبهات والامبهات المدعمة يعني ايضا في الايادات ننضم لها المجلس انه فقط ونحن القسم اننا ما يكون قناة للشكوة فقط ما ننبقى نصير اجتمع فقط عشان مش ككيب نبقى نصير بملاحظات واقتراحات للتحقيق يعني اثيرا اقول انا شفت والله الشي يبقى لتحقيق وانا عندي هالفكرة وهم الفكرة للتحقيق اهني كل اجتماع نتيجكة رائعة ويطلع بنتائج جميلة يمكن تطليقها فهذه ناصلحتنا لكم اليوم وكي تواصلوا معنا دائما نقول مبيعي تتكلم عن هذا ساعة هو يكون ممل لكن تواصلكم والذي يطلع البرنامج تطلعون موضوع وديدة أسئلة يديدة تخلوه البرنامج يمتعش بتواصلكم نتمنى دائما تبدأ برنامج خلسعادة دائما يكون عندنا فقرة تغدوية خصائية تغدية واليوم صراحة الفقرة تمشي مع الجو يعني اشي صراحة طريقة تنفيق في هيئة الصحة اللي ما شاء الله تلاقون حلقاتنا متناسقة مع الجو مع المناخبات يعطيهم الفقرة على تنفيق على أعداد تريق التنفيق والأعداد اللي يعدون حلقة في حلقات فالأعداد مو سهل برنامج على هو كل يوم يتم الأعداد لا والترتيب مع الضيوف وترتيب الدراسات وغيره صرا مو شي بسيط أعطيكم ألف 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 عافية اليوم موضوعنا عن فوائد الحبة الحمرة أنا صراحة حب الحب الحمرة وحسن هذا الجو جو في الحب الحمرة رح تكون معنا قصائمة التغذية الأستاذ الميا مستقل بتقولنا شوني فوائد الحب الحمرة لا نصح من الحب الحمرة في أرات الحرارية عالية ولا إحنا إلا تعدين نخرب الحب الحمرة بالإضافة اللي من عندنا الله حسورت أستاذ الميا نحن نوى هل حيسي هل حيسي هل حب الحمرة شغيرة ولا طيبة لا هي طيبة أنا خرب سبيت الريرة خبرين عنها أول في دور ما أنا أمدأت فايتها دفعني أعرف للمجتمعين شو في الحب الحمرة الحب الحمرة هي النباس اللونها أصغر لهواهي التفرعات كيفية قانت ادغورة ناء من الملمس وصغيرة وتكون لونها ما إلا اللون الأشمار أشب في الحب الحمرة الحب الحمرة هذه كاملات مثل بي 12 عندنا A عندنا C وفيها معادة مثل الحديد السرديوم المغنيزين الكاسم والفتاسيوم وفيها أفضل كمية ويضي من التواصلات السكرية نعم عرفنا في الحب الحمرة في فوائد الحب الحمرة فوائد الحب الحمرة بعد الواحد الذي يقرحها يحاول ما يقضع حيش في فوائد أول أنا أخبرتنا فيها الحديث من الحديث يفاعد يفاعد على علاج فقرة الأمنية ويفاعد على زيادة كرات جذب الحمرة بديه يفاعد على افضلات المتألقة بالحضر بالانتصاص بالطعام بهالأشياء يفاعد في الامتاق يفاعد في وقائق الانتفاق يفضر الغازات يفاهم من أحرك الأمعاء هذا كله كوينا يغل الحب الحمرة الحب الحمرة يفاعد فيها الكلاسف التي يوجد الكلاسف لكي يكون من المعنى من حديث الهجاف للأذان الحب الحمرة ساعدنا على إلاج والفهبات التنصفية ويساعدنا على إلاج الكحة التعال اتخفف من الآلام لماذا؟ انها تحتوي على دفع عادة من البيتاميسي أيضا تحتوي على مضادات الاكسيزة والبيتاميسي اللي هي قادرة على حماية الخلايا من الخسامات اللي تتخذونها اللي علي وعليكم من قمراء الصراطان حسن وحتى أفضل الدراسات هنا الحب الحمرة قادرة إلى إلاج الخلايا اللي تعرف بالسليس من أطباب الصراطان وبس هناك في دراسات بطول اللي في الصراطان السدي يجمع علينا خاطئ إحاول تتجنبها يتجنب هذا من الصراطان سدي يتجنب هاي الصراطان يتجنب من الصراطان وإنطرول الحميم من الصراطان من الصراطان وإنطرول كيف نحن الحرين نوايج إنها إثناء من الصعار فيها بطول جنين البشرة وإثناء من البشرة ما شاء الله من الصعر والله الحبة الحمرة وإنها فوائد وإنها فوائد وإنطرول نحن خاصة أن في الاستغال نزل حبة الحمرة التي تتجنب في النصار تاخذها ني تخلط تخلطها من الأوصاح الموجودة الداخلة الرحم الزخرة الرحم من الثموم والجن الفاتر وتخلطها من الأوصاح بعد مروض الحامل تتجنب النصار حتى غير عنشبية حتى 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 المضاير هي مفيدة كيف هي مفيدة هذه المضاير اذن اتخلط المضاير تخلط المشاكل التي تجعل الإنجاب وإلاج تقية المضاير خلط المشاكل تخلط المشاكل وإفاعد المشاكل وتخلط المضاير بعد انتهاء الزوالشحية طبعا مع تقلبات الزو المستمر الزيادة مع الإصابة بنوبة في برس وهي حدها البلغة وهالفيا والألام مثل نحن نصف من في حد الحمرة أو في لا حد تر إرشال بلغة وهذه شائعة في إيجابة البلغة والقدرة التنفس ولكن لا يمكن تتكلم النساء التي تشاعد لديك أمليات للحضر وتخلط من الرواح الفريهة التي تنبأت من الحاج التي تشتوى الحضر أحيث لها أنا تشتأ فوائد لحد الحضر ما هي محضوراتها في لها محضورات أولا المريب السكر لماذا لها محضورات لأنها تخصص من المستوى السكر الناس التي تشتوى السكر التي تشتوى أنها تخصص لأنها لا تنظل لهم يأخذ هذا هذا واحد سيء الثاني سننسل حراث التي تشتوى أنها نكسل من بوتاسيوم لأنها حرب الحمرة تجعلها يستطيع بوتاسيوم فهذا تجعلها يستطيع أكثر محضورات هم الخصوات في ضغط الدم ضغط الدم والسكري والبوتاسي لأنه من خصوات ويستطيع عن الحب الحمرة يستطيع عن الحب الحمرة حتى لداخل عملية جراسية المقروض قبل تسوئين ما يأخذ عشان ما تنزل ضغط الدم عشان ما تنزل ضغط الدم وما تنزل لك نكسل 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 شو الطريقة الصحية حين نحب الحمرة شو طريقة صحية لتحضير حب الحمرة حين نضيف عليها كسر نص نضيف عليها الشكر نص الضغط انجل هل تحضر هناك نص يستطيع بما يدافع بما يدافع هم يستطيع بما يدافع هم يستطيع هذي أصلاح طريقة نحن نحن وينما يضغط الكسر والأشياء ثانيا هذي في هذه ضياغة لك هذي أتاك حم نتقبلها هذي أتاك نتقبلها أجد فئة نتقبلها من هالمظر نعم بس الطريقة الصحيصية اللي ناخذها احنا لازم اننا بس نضيف عليها ماي ونخليها شوية بس يعني لنشيها سوء نعم بدل ناخذها ممسترد ممسترد فهذي فهذي فوائد الحب الحمرة مشوطة العسية هذي فوائد مو بس مشروب نذيذ دافئ نستمتع فيه بالعادة نعطى الحرم بعد الولادة ونشربها في الشتاء فشكرا نك السادة لمية مستفى هذي المداخل بخصوص فوائد الحب الحمرة والطريقة الصحية لتحبيها ايضا شكرا نك نهارك سايد ايضا شكرا فمشروطة الحب الحمرة لها وائد فوائد ممكن وائد نغافين عنها أنا عنا في ما تعطي كل الفوائد الجميلة للحب الحمرة وبالعادة مشروباتنا الشعبية التي نشربها حب الحمرة الزعسر كل هذه فيها فوائد كثيرة للجسم لكن لحظوا هي نبهتنا ان الناس اللي عندها مرضى السكرة يسكرا دائما نازل ولا عندهم هبوط الضغط ولا عندهم نقص البوتاسيوم يجب يستعدون عنه لان تنزل البوتاسيوم وتنزل الضغط وتنزل أكثر أكثر هذه وقتة جدا مهمة حتى في استهلاقنا للأشياء العشبية التي لدينا ومتعاودي عليها لازم نتأ دائما الخصائي التغلية كذا ما اقول هذا الزمن يحتاج لديه طبيب محامي واخصائي تغلية وهذا الزمن لازم يكون لديك اخصائي تغلية عندك تقسيب تتعامل معه وتتواصل معه دائما يجب حتى الحب الحرم تتنزل لضغط أكثر لكن نقص البوتاسيوم مهم جدا لعضلة القلب احنا هنطلع ان شاء الله هنفاصل بعد فاصل هنكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعد ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعد أربعة سفر سفر عندنا مداشلة من عبد الوهاب صباح السور دخل عبد الوهاب مرحبا دستور أنا دا كيف حال اتنين خير الله يسلم الله يعطي الصحاوي العاصر والحييين الحيي طاقم العمل والمستمعين وانتم منالهم يوم سعيد ومبارك وموفق ان شاء الله امين اتنين سفر دستور أولا يعني حيي غيو سلمت عن حبة الحمرة وهذا يعني الفوائد الفوائد السبيرة أولا دكتورة يعني مثلا حين هوائد ناس ما يعرف ان هاي الحبة الحمرة ممكن تنزل الضغط ولا تنزل كذا ولا ترفع ولا هالأمور صحية صحية وبعدين مثلا يستاج انه اي وقت مناسب يشرب هاي الحبة الحمرة وثلاثة نحن بحاجة الى منشر هذا الوعي خاصة في العيادات اللي تردد عليها الاخراءات وكذا حتى الام تجهر السفل في الاسرة حتى في العيادات الرجال حتى عند الشباب حتى في عرف هو صاحب سبتر ولا صاحب ضغط ولا هاي يكون هاي المادة اللي يقبها يتسلم لبعض الاشتالات يعني نحتاج لنشر هذا الوعي تسوي بورج في العيادات في كل مكان وعن طريق بعض بعض الفقرات الاعلانية إذا تسمح ظروف اللي باع أو كذا التناول كذا كذا فيه فوائد الحين انا الاستماعات يعني يعني احنا جابا نعرف الحرب يوم ترف فيها ولا في الحضرة الآن الحين هاي الفوائد اللي عددتها النقطة الكريمة حقيقة وايض فيها فوائد يعني وايض فيها حاجات إذا تحتاج احنا لازم ناخذها نصورة صحيحة لسيدنا وباب برنا 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 أو ما يعني السلام يطلق وخير ما لي ضغط من الوصف البرنامج لا حياة حياة شكرا حياة حياة الفرصة دكتورة شكرا لك تواصلك معنا في عدوها مستمعنا دائم شكرا لك نهار كتايد شكرا سألها مثل ما قال نواسي لها فوائد ولها آثار أعراض جانبية لازم يكون على علم فيها مثلا من الاقتراح الذي يخدمه يجب لك تواصل مجتمعين مهم أعراض كتاب دكتور لازم نسوي حملات عن مشروبات الشعبية كيف أخذها بطريقة صحيحة وشو الأعراض مالتها ومن يجب يتحقي حي حي كيف لما نقول ان تواصل معنا اكتب تعال طبعا تبدأ صحيحة بالبي جهود متواصلة من أجل حماية الأبطال والمحافظة على خلامتهم وتعزيز صحتهم وضمن منظومة الوقاية التي تعمل عليها الهيئة يأتي تحصين الأبطال وخاص طلبة المدارس ومنح من اللقاحات اللازمة للمحافظة على صحتهم طبعا وطبعا في كل فترة الأخيرة فوسائل التواصل موضوع لقاحات الأطفال والذي لا يريدون يعطون عيانهم لقاحات بالتكلم عن جهود هذه الصحة طبيعة اللقاحات التي تقدم وأهم نيتها بالتكلم اليوم مع دكتورة فوسائل نحاس مديرة الصحة المدرسية فيها تصلح بالبي صاحب ورد دكتورة فوسائل صباح نور هلا دكتورة نحن فيك صحة سعادة هلا فيكم دكتورة نوسوسائل نتدي أول شي عن شو دور الهيئة ودور الصحة المدرسية في تعزيز صحة طلبة المدارس لأن معظم الأمهات وأنا كنت واحدة منهم قبل أفكر أن الصحة المدرسية فقط الممرضة لتحط اللذجة حد الطفل هذا يمكن دور الصحة المدرسية فنبال وعي الناس أن الصحة المدرسية في هيئة الصحة في دبي نحن نشرف على جميع المدارس الخاصة في إمارة دبي نشرف على عياداتهم نتأكد من جودة الوضع في كل المراحل من أهم الأشياء التي يجب نناقشها موضوع التطعيمات الوقت مهم أن نتحدث عن التطعيمات لأن هناك حاليا في ناس مع التطعيم وفي ناس بديتخاص من التطعيم نحن نحب نقول لهم أن هيئة الصحة وحتى وزارة الصحة تبيع دولة الإمارات لا يتعرض عيانهم لخطر وفي شيء خطير أكيد لا يتعرض عيانهم نحن دائما نتابع كل الهيئات المنظمات الدولية نتأكد من سلامة أي لقاحة من دخل ونعطي للأخطار نحب نطمئ لجميع أن التطعيمات تعتبر من أفضل وأكثر وسيلة آمنة وفعالة وأن هذه التطعيمات تخضع الاختبارات على نصاف واسع لجميع جودتها قبل تخليفها حتى حول العالم ونحن نتابع جميع الهيئات الوطنية والدولية ونأكد بالجميع أن هذه التطعيمات جسدًا آمنة ونشكي على الأهالي كلهم أنهم بعد لهم دور معانا لفاعدين لكي نستطيع لقاح عيالهم نعطيهم تطعيماتهم اللاثة حسب البرنامس الوطنية بالتطعيم أمين سال دكتورة سلسل لو نتكلم شوي عن كثير من الأمهات يقولون في الريادات يقولون أنا ما عف هالمدرسة بتطعيم عيالي ما بتطعيم عيالي شو جدول التحقينات بالعادة اللي تقوم بها الهيئة في المدارس المدارس المخصوص هاي أهم الأشياء اللي تقوم فيها المدارس إنها تعطي التطعيمات للأصفال ففي بعض المدارس تتعاقد مع هيئة الصحة وأحنا إن نصير مع تطعيمات في ندارس ثانية نكون متأكدين إن الممرضة والطبيب طبعا كل الممرضة مرخصين بس بعد إنهم مدربين لهم القدرة إنهم يعطوهم التطعيمات فإحنا نشرف عليهم نعطوهم التطعيم من هيئة الصحة وهم بعملية تطعيم وقسم ثاني يأخذون التطعيم من الهيئة ويعطون الأطفال ممساعد شعبنا ممساعد دكتوران خلسل طبعا الوقاية من الأمراض في مدارس التطعيمات أو اللقاحات اعتبر جزء منها شو الدور التوعية وشو الحملات التي تفعلها لوقاية وحماية رحلة الأطفال في مدارس فيه عديد من طبعا مهم جدا التطعيم في الأطفال زائد عمل الفخلصات اللي هي سكرينيج للكشف المذكر عن الأمراض فإحنا عنا في برامج خاصة أكثر الأشياء اللي نركز عليها طبعا فيه ويد ويد أشياء نركز عليها بسن أكثر الأشياء له هل الثلاث الثال الآبات الصحية النشاط البدني الغذاء الصحي السنة مواضيع التدخيل لأنه في بعض الطلاب ممكن في مرحلة المراهقة يحبون يجربون فإحنا نعطيهم تورية عن أضرار التدخيل كيف نساعد لنا المفروض تتتعلم عننا نهائيا عن النظافة خصوصا غسر يدين لأن أماكن مغلقة فيها عدد كبير من الأبصال في كل فصل تعتبر يعني لو هم ما تبعوا العادة الصحية السليمة ممكن بسهولة تشير الأمراض بينهم فتعد أن مثل ما أجلنا العادة الصحية وغسر يريم من أهم الأشياء كيف فيها لقاية من الأمراض خصوصا الأمراض التنفسية مثل الإنفلوينزا وغيرها في حملات التي تتكلم عن التسامح وزأت عن التنمر بين الأفصال يعني يعتمد على المواسك وفي أشياء يعني خلال طوال السنة من قدمها للأفصال يعني فيدي اللي بنت انتباهي أن تفهم حملات عن التنمر يعني ليس فقط الصحة الجسدية وقاية من الأمراض ولكن حتى الصحة النسخية عن طريق حملات البعد على التنمر وإذاء الآخرين وغيرها دكتور سنشل ما يخصى لحد أن دور الأهل والصحة المدرسية هو دور متكامل للحفاظ عن صحة الأطفال فكيف تنحكم مع الأهل شو أهمية دور الأهل للحفاظ عن صحة أطفاله وتعزيز دور صحة مدرسية أيضا طبعا الأهل يعني لو إحنا ما نحن نسوين من جهد دوات كاتفة والأهل يساعدون يكون في ثغارات خدمة دور هم جدا يستم يعني في عدة أشياء مثلا نظر لساسة التطعيم إحنا وايض هين أنهم هم يغفور لغضر التطعيم عشان إحنا بطاقات التطعيم هاي نسوك شروع قصيال منكمل لهم أو التطعيمات مثلا يناكسطهم من مرحلة التطولة أو في تطعيمات في جرعات منشطة هم يحتاجون عالي من بعض الأهالي إحنا ما يترشون بفضل يعني كل مرة ومرة ومرة تجاوز من نساعدتهم لنا يعني إحنا في النهاية يهم صحة سلامة أبناؤهم يعني سبق إحنا ويهم أنهم يخبرون ما زائد أن أي حالة صحية أي تغير في حالة صحية لأبناؤهم لذلك يخبرون عيادة المدرسة صحيح من مع تقرير مثلا لأهل دخل نكتشفر للإستغفار عند أي مرض مؤدي حتى لو مرض غير مؤدي أمراض مؤدي لذلك المدرسة وعيادة المدرسة على أن بالله الأهالي في يوم الصالح أو الصفل عنده أي مرض مؤدي لا يتخشون أيانهم المدرسة في منهم يترشون ويخافون على صفحة الانتحانات يعني المدرس أكيد تقعيد الانتحانات خصوصا أنهم يكون سايرين وأنهم الجهاز مرضية وإجهاز مرضية حتى لن يكون شهاز مرضية حتى أنهم تقريب قطي يعني كأشخص الصالح نحن نعاني أن الأهالي تنبطر عيالها خوفا مثلا على الانتحانات وهي ينشر بين الصلاب يعني لازم ينتبهون أنه أولا الصالب تعبان ويبدأ ينشر بين صلاب الصف فإحنا نبين بكاعدتهم يعني الصالب المريض المصر يجعل في البيت وإلى أن يشفى تماما يقدر السمدرسة يعني عادي الدروس اللي بتفوت المدرسة كيف بتتعاون بشيخولهم للجحارات بتنعاد هم شي صحة السلامة البنية بضبط صحيح في رسالة أخيرة حبطوا جينها دكتورة خلصة لمجتمعين بالموضوع هذا موضوع خاخر من موضوع المدارس المدرسية نحب نوجه اليوم برسالة أنه نحن في هيئة الصحاب تاين حتى يمكن هم ما يعرفون دورنا يمكن نحن نشتغل وراء الكواليد بس دورنا كبير في حفاظ على صحة لسلامة أبناؤهم احنا دايما نراقب ونشرف على جميع العيادات المدرسية دايما نحتم ونشوف نتابع معاهم ونشوف أي حالات حتى في حالات انتشار الأمراض احنا معاهم في حالات الططعيم كل شي نحن نكون معاهم أول أول بس النظام مثل واجبت متاندة أكيد ونصعدونا عشان نقدر نوصل الخدمة بأفضل وأكمل وجه يستفيدون طلابنا وعياننا في كل مدارس المدارس جميع جميع شاشر سورة نخوض أن حاخ مديرة الصحة المدرسية في الصحة بدبي مداخلتك معانا اليوم بغطف الجهود المتوافرة تحسين أبطال وجهود الصحة المدركية بشكل عام لوقاية صحة الأبطال شكرا نكلم هارس سعيد معا السلام معا شكرا طبعا هذه رسائل لأمهات وأنا واحدة منهم أحنان دكتورة خلسان قالت دكتور التطعيم خيلونا ما طرش التطعيم ميالي ها هذا تسكير لأ المدرس انذكرتني ولازم النعيان يخضون تطعيمات وقتها يا أمهات يا أبهات ما نضع إلى الآن تناثيون يرفضون تطعيم عيالهم بحجة بعض الدراسات إذا طلعت في سترة من الزرن وما أدري لماذا الناس متنسكة بهذه الدراسة أو دراستين طلعت ويتركون كل الدراسات الثانية الموثوقة مثلا إذا عندكم شك ادخلوا على مواقع الموثوقة ما منظمة الصحة العالمية اليونيسكو وغيرها ويكروا عن التطعيمات والدراسات المثبتة فيها لأن حرام أن الطفل لا يملك القرار في إيده وأنا أصير أحرام من التطعيم ويهي لشيء جدا جدا بسيط مثلا يهي لأسف ويهي لشهر الأفصال مثلا اللي هو مفوض يعني قضي عليه مع المعلمة وجود التطعيمات أو إذا اتجاز أو ويهي لأي من هالأمراض حرام أنه يعاني لأن أنا أب أو أنا أم والله دراسة أنت معتها مرة أو عشان جارتي قالت وعشان حد قال لي إنه والله لا لبطعمون عيالكم لأيهم توحد لبطعمون عيالكم ومتطعيم الخرمان ومتطعم لبطعم إليكم ومتطعم مام النفادة ما يفتوي هذا عبارة عن مختفضل هذا الصفر ممكن مرض أنه نقي منه طبعا بعد قدرة رب العالمين نحمي التصل من مضاعفاته وشبه إعاقات بتطعيم لكن أنا أسرع على مستقبله كامل لحياة كامل لأنه مضاعفي لا نبخل لنعلوم بمصدر الصعيد وشهر القبيل يسئلوا هل التطعيم جيد ولا مجيد خلال أسئلوا طبائكم على الدراسات يسئلوا 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 تدعا التصعيم فنبقى نحن كدنا متجمين بتطعيم ريانة وأهمية التصعيم وأذكركم تطعيم الإنفلونزا فترة كانت نتخلص من الطلب العلي ولكن حين توفرت الإيادات تصلوا في مدهة الإتصال من الهيئة 843 ونقضوا موعد مواعيد في إيادات طب الأسرة ونقضوا ونقضوا العائلة ونقضوا تطعيم ودائما أشجعكم تتعدون عن وقات الدروة الموجودة مثلا بعد الساعة 10 أو 11 في الصباح يتأخر في المساء يكونوا دروة المراكز عشان لا يتطولون يكونوا أول الصباح يكون إيادات دائما تكون أحدا تخلصون بسرعة تتعدون على الناس المرضى لأن لما تكون 3-2 وقت الدروة في المراكز يكون نصف قاعدة الانتظار ناخذ جح وناخذ تطعيم في الأمراض العلم فممكن يجب تطعيم تطلعوا وإنت مريض تتشلم عاقب البارس تربعوا بيومين إنت وياس تعبال ابتدوا عن وقت الدروة وفي الوقت الخفيف استيكم الموعد بتكون تطعيم وإن شاء الله إن شاء الله تكون لانا بصحة وسعادة إذا نحطنا إن شاء الله فاصل اخرت أفاصل شوية بعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم 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 وارجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامجكم برنامج برنامج صحة وسعادة يتواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصيح 4-0-0-6 نبدأ أول عندنا مداخلة نجاه بدانا صباحك ورد بدانا صباح نور نور كيف الحال الحمد الله خير الله يتسلم تصدر لحمد عندي ملاحظة على ما بسميه شكرا بسميه ملاحظة على السيد عشد على مسكشفة عشد اي اتصدر امس انا تقريبا في عمل اترخص من عمل انا حالتي كانت شوي صعبة اه كلمت المسوعة بدى يرخصني من عمل وقدت له كيرا متشفى بدى شوف حالتي نعم هو شاب حالتي وقال لي خلق وترخص انا وراي درب وبابي يعني ساكن وبابي كدت مر متشعراشد مر مر دخلت متشعراشد وكان زحمه نعم ودخل بعد زحمه طبعا طولت واحد بالوقت ودخلت عند الدفسور مر وظن كانت الدفسورة سلمة نعم سلمة عبدالله مر طال امرت انا الدفسورة بعد ما دخلت ووصفت عن حالتي انه كان يظل الماء من خشمه وكيف الوقت كان يظل الدم وقلت لنا تعبان بالطورة الشيء اول مرة تحضر قبل قلت لان راجعت بعيادة برشيل وطبي وراجعت عيادة بلاح نفس كان عندي احتقان بس بتحول الموضوع من احتقان الى الخشم نعم وبالطورة طبعا ما احتقتني ما سوتني شيء فالله ما لعطتني مضات حيوي ومسكن وانا كثيرا يكون من او بس عمل يعني ما اعرف هل هل مسكن يمشيني الحين لين بوضبي واخذ المسكن الحين فهل يجوز ان الدكتورة ما تبعث الشخص او ما تشوف حالة الشخص طموعة ما تتعرف ما تتطمعت من عندها طلع خضية الهدوية اللي هي وطلت هي وانا طلع ورحت عيادة برشيل بمثل وقت وانت وقبل دخلت عيادة برشيل واتلمت مع الحاج يسلم عندي واحد من قراض نسا شراشد عندما دكتورة عبدت مسكن عجبا دخلت عن الدكتور مختص بالانف والحنجا دخلت عنده دكتورة وشابت حالتي قالت نسا عندك فايروس وعندك الزحاف شديدة فلازم نعطيك مسكن ومغضي في نفس الوقت وإذا الله خير عطتني مسكن وعطت مغضي وعطت دول دول الحساسية الحمد لله صار سحسن يعني كلام الدكتور اللي كنت مسكن راشد خير وكلام اللي كان مسكن برديد خير وحنا مسكن برديد على الأقل أعبوني مسكنات بالأبر والمغضي بالأبر ولكن مسكن راشد ما أعطوني لا مسكن ولا شيء أحين سمح الله أنا اليوم تبيني ويروس سير نعم وحرمتي يمبي ممكن أنا أعطيها بهذا الشيء وأنا ما أستعرض لأن أنا خير أخو 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 بداينا أنت جثت بالسورة عطتك مسكن أيضا مباد ومسكن أعطني البندول مسكن عطتك مسكن يعني أهي البندول بس البندول أنا حاكي مثل وستران ويتفادي البندول لما تفعل البندول تأخذ وستر وأنا بسوق منذبي لنبوضضي عندما تجد السيارة على هذا الحال فالمقبوب أنه كان يكون متأكد بشكل أبر يعني لبر مش الأدوية أو أن تفحص حالتي قبل لا تشوف الحالة لكن من من العيادة أعطوني أبر على طور على طور جدوني وأعطوني أبر ومغذي على حالتي أنا أعطي أنا أعطي يمكن أن تتحرم أن أعطي الإجازة ولا هذا حتى أن يكون أمر أعطي إجازة ومغذي لأنه يجب أن يكون أحفظ لما تراجع لأنه أنا أجاب في مكان حساس فعادي يتنقل أي مرة فيني ويبو تتحرم ويبو هذا هذا سنة ملاحظة أنا أخو أنا أقول من نظرك الطبيبة لا أعرف الحل أنت يسكي وما أعطي الإبر أو المغذي بالعادة لا نحصل للحالة الصحيرة عند المريض حسب الاعتمادات الدولية المريض لم يجب ألم يجب أن أعطي إبر لأن الإبرة أصلا سلد ألم جيدة أنا أقول هذا من نظري من سماعت من عندك أنا لم أرى الحالة لكن أكيد سوف نرفع الملاحظات لمسيشة راشد ويوصلك إن شاء الله التوصال من المسيشة راشد يأخذون معلومات بيادة عنك كنو على ملسك الصحي وتكون شخصانة الحال لما يتقل الدكتورة لأنني ملاحظة سموحة المتابعة لأنني أنا رايح من المستشعى راشد سبين المستشعى الترسيل والدم يتقل من خشم إلى على الدرجاء أنا واصل سيارة ونحاط الكهنة جعل ترسل ناوط بس هناك وشوف أكثر عن حاجد لكن نحن 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 لا أتأخر عظيتي أكثر دكتورة مي رؤوفي حين نحن نحن معي عن طريق الهاتف تكلمنا عن حملة دني الوطني والنجاحات المتوارية لهذه الحملة دكتورة مي خباحة ورد طبع خصير والسرور دكتور كيف هال الحمد سامحين برنامج للمجتمعين فما نقدر يعني ما ناخذ المكالمات أكيد لأوصول بل أتكلم بكير معي السريع عن أهداف حملة دني الوطني تفاعل الناس إذا عن أي أرقام وين وصلت فيها ومن السورة مدى هذه السنة نحن فخورين بالتقدم والنجاح لحملة دني الوطني أحب طبعا أذكر أن حملة دني الوطني الشيخ حمدان بن محمد في الراشد الله يحفظه وهي حملة لتوأية الجمهور ودعوتهم للتبرع بالدم فوق عن إنقاذ حياة المرضى المحتاجين دائما نذكر أنه لا يجب فجيل للدم الإنسان فإحنا في دنيا الدم من جميع دول العالم بحاجة إلى مختلف أصباط الدم والأشخاص اللي صحة جيدة وكنت بقى عليهم شروط التبرع بالدم إنه يتاهمون في التبرع بالدم لمنجاهم في إنقاذ خياة المرضى بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى حملة الدم الوطني بدت في 2012 تحصيلتها تبرع 430 سخص بالدم وحمد لله حينا اليوم في عام 2019 إلى حد اليوم بدت في 13 ديسمبر وتكمل إن شاء الله في 15 ديسمبر بدت 15 نوفمبر ومستمر إلى 15 ديسمبر وحصلت الحج اليوم الصبح هي 8500 واحدة الدم وطبعا وطبعا أوجد شكر والتقدير لكل المتبرعين اللي تهموا بالتبرع بالدم وإلى جميع الجهات اللي حملت بالتبرع بالدم وهذه السنة طبعا كانت من فت الحملة ليست في إمارة ببي فقط بس كانت فيها صحة أبو ردي وبني الدم في الآن بالإضافة إلى طبعا بهج الدم بالشار جاء التابع إلى لزارة الصحة فهيئة الصحة في حضاي هذا العام قامت بسيئ بني الدم داخل الدولة للمساهمة والمشاركة وحمد لله طبعا محمة الغاية منها ليست فقط صح بالدم لكن توأية الجمهور حاول أهمية التبرع بالدم شوف تستبرع بالدم بأن تليس الدم بحاجة إلى الأصحاء من أفراد المجتمع أنه يتبرع بالدم وهو طبعا بفوائد للمتبرع بالإضافة لأنه طبعا عمل إنساني نبيل وفي بعض الحالات المرضية يكون هو الإلاج الصحيح لإنقاذ حياة المرض فحمد لله في وعي وفي تقدم وطبعا شرطت كثير من الجهات الحكومية والخاصة والسركات والجامعات في الحملات اليومية يكون أدنى ما يفارض سين إلى ثلاث حملات خارج المرتب في دبي وفي ذلك طبعا في أبوظبي والآن والشارثة في حملات إغاثية بالإغاثة إلى استقبال المتبرعين في مراكز التبرع بالدم في الدولة ممتاز دكتور العرب الجمهور على السريع إن لو أحد متى بتخلطها الحملة وإذا حد حادي برع كيف الإجراءات لابن يفعلها؟ الحملة بجيناها 13 نوفمبر ومية كل سنة تبقى هذه الحملة تزامنا مع احتصال دولة الإمارات دون أزهر في العياد الوطنية الأيجة الوطنية فنبجي دائما أسبوعا قبل العيدي الوطنية وتمر أسبوعا بعد العيدي الوطنية لأنه طبعا استبرع بالدم هو عمل وطني فنبجي دائما نسمجه بالأعمال الإنسانية والأعمال الوطنية اللي حب يسترع بالدم ممكن يجهد إلى مراكز استبرع بالدم بالنسبة إن مركز جبال استبرع بالدم في هيئة الصحر في جبري فاتح أبوغب من الساعة 7 ونص صباحا إلى الساعة السابعة مساءا من أيام الأحد إلى الخنيج وحملاتنا اللي عن طريق بلطات استبرع بالدم يوميا موجودة ممكن أنت يتصل بمرتز الاستصال السابعة لها الحاسي جبري اللي رقم 832 ويعرف وين مكان تواجد الحملة في هذا اليوم أو اليوم بعد فإحنا دائما نعطي جدوى الأسبوعي عن أماكن تواجد باصات أو حافلات التبرع بالدم المسلوحة للجمهور ممكن يتبرعون في مركز الباص إذا يكون قريب عليه مؤسسة الألوى أو يشرفون طبعا إلى مركز دبي اللي واقع داخل حرام مستجفل قيسة بالنسبة للمتبرعين اللي يحبون يتبرعون في مركز التبرع بالدم في أبو ربي أو العين أو بردن التابع إلى وزارة الصحة في الشارقة فأوقات الدوام تقريبا كلها متشابهة من الساعة سبعة ونصفة ساعا صباحا إلى الساعة السابعة مساءا وطبعا مبارك بهم وفي جهودهم وأحب ذكر دكتور نجا أنه التبرع بالدم في فوائد المتبرع بالمخصصة إذا يبرع بصورة منتظمة فأتفق في جراسة أنه التبرع المنتظم يقلل منصف الإصابة بالتلطور القلبية والدماغية وشاعد طبعا على نشاط الدسم لأنه الدسم يتبرع بالكمية من الدم لأنه فالأضل يسوي كوريا الدم حمرة وغيظة وطباع الدم أولية جديدة وتصلع خلايا جديدة نصرا للدم فإذا الشخص يكون من المدخنين أو يكون في الأي جدا الثاني عند استفاعة في نسبة الحقيق بالدم بالتبرع بالتلطور يساهم في تقليل نسبة الدم الحقيق الزائد الموضوع بالدم جميل فهذه دعوة للجميع أن يشاركون في حملة دم الوطني أنا ستدمج تكتور مي ما في مجال نأخذ أسئلة أخرى لكن إن شاء الله ستكون معنا لقاءات ثانية معا عشان نغط الجهود مركز جبي للتبرع بالدم هذه رسالة للجميع أن يتوجهون لمركز جبي للتبرع للدم أن هما يتبرعون بالدم لأن للمتبرع شكرا لك رأوف مدير مركز جبي للتبرع بالدم هذه المداخلة والنهار السعيد طبعا أنا سأتبرع بالدم من قبل العملية رائع سهلة وما تطول نزلوا تطبيق حيث الصحبة بي وتصلوا على دمي داخل التطبيق ومن البيانات يطلع لكم بار كود من تصرون للمكز جبي للتبرع للدم سألون الثان لازم يكون معاكم بطاقة الهوية الاماراتية وبعد هذا الإجراء ستنش بسرعة والموضوع هناك جدا ودودين الحدمة ممتازة عقمة تطلقون يضيفونكم شاي قهوة فواكه خلوطات بسيطة وتأكدون لعينكم خير قبل ما يطلعونكم من المركز هذا الثان جني لازم يتضرع بالدم هو سعادة اليوم إن شاء الله كنا خفف عليكم خلال هذه الساعة الإداعية وشفتتم منه شكرا لك أيمن سرحيش شكرا لك سميرا مري وهذه محفظتكم بكتور نزل ملة إن شاء الله بالحياة بلقاكم على الإحضور القادم جنيتا عشان سأحصل معاكم من باكر فإلى نتقاكم إن شاء الله سوء اليوم أقول لكم جمزم بخحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي